شحون للرئاسة ونواب مجلس الشعب وسفراء الدول العربية والأوروبية ورجال الأعمال ووزراء حليون وسابقون يشاركون في تشييع الجثمان تحول تشييع جثمان البابا شنود الثالث بابا الأسكندرية وبتريرك الكرازة المرقصية إلى مثواه الأخير بدير الأنبى بشوي في وادي ناترون لمليونية حيث احتشد ما يقرب من مليون شخص من الأقباط والمسلمين أمس بشارع رمسيس لتشييع قداسة البابا شنودة الذي توفي السبت الماضي خرج مئات الآلاف من الأقباط من كاتدرائية العباسية في مسيرة حاشدة خلف الجثمان متجهين سيرا على الأقدام إلى مطار الماضى أملا في توديع البابا ورؤيته للمرة الأخيرة وردد المشاركون في المسيرة العديد من الهتافات منها إوعى تقول البابا مات البابا عايش في السماوات واستهاد الزحام الشديد تعذر على الأساقفة والمطارنة اللحاق بسيارة البابا شنودة لاستقلال الطائرة العسكرية ومرافقته إلى دير الأنبة بشوي حيث لم تتمكن سيارات الأساقفة من الخروج من الكاتدرائية في ظل التكدس من جانب المشيعين بدأت مراسم الصلاة الجنائزية بالسلام لمثلث الرحمات للبابا شنودة الثالث ثم بتسبيح لشمامسة الكنيسة في الثالثة فجر أمس ثم عقبها قداس إلهي في الخامسة صباحا أقيم بالكنيسة الكبرى بالكاتدرائية أمام نعش البابا الراحل واقتصر الحضور على أعضاء المجمع المقدس من المطارنة والأساقفة وكهنة الكنيسة والشمامسة حيث أقيمت صلوات خاصة للباتريارك الراحل وترأس الصلاة الأنبة بخوميوس القائم مقام بشؤون الكنيسة في الحادث عشر بدأت صلاة الجنازة برئاسة الأنبة بولوس باتريارك الكنيسة الإثيوبية في حضور ممثلي الكنائس والأبراشيات المصرية والعالمية ورؤساء الطواف الأنجلية والكاثوليكية بتلاوة الصلاة الجنائزية والألحان الكنسية للراحل عقبها بعض كلمات التأبين وشارك في الجنازة عدد من أعضاء المجلس العسكري ونواب مجلس الشعب وعلى رأسهم الدكتور سعد الكتدني وسفراء الدول الأوروبية والعربية ومرشحون محتملون لرئاسة الجمهورية ووزراء حاليين وسبقين كما حضرها عدد من رجال الأعمال وشهدت الجنازة غياب رئيس الوزراء دكتور جمال الجنزوري وممثلين عن التيارات السلفية أو الجماعات الإسلامية سعد دكتور مونة وسيد مايكل اشتركوا في القناة